يا هلو مرحبا اخواني اخواتي شلونكم شاخباركم وصبحكم الله بالخير واذا قاعد تشوفون هذا الفيديو بالمساء مساءكم ورد اليوم يجب لكم وصفة جدا جدا قوية يا جماعة حق منه حق اللي عنده احتقان اذا الاحتقان طاق السقف مالك الا الوصفة هذي خلق اقول لكم مكوناتها اول شي ملعقتين من خلط تفاح كاي ملعقتين خلط تفاح العضوي الاشقر هذا مول ابيض ونيد ملعقتين من الليمون كاوا اصارت لي ملعقتين وكبيتهم هنا وايضا نيب كوبين ماي ونيب ملعقتين من عسل المنوكة راح نشيلهم هذول كلهم راح نحطهم بالخلاط راح نطق الخلاط بعدها راح نعبي بهذا المكو راح اقول لكم شلون طريقة استخدامه يلا مشينا خلط يلا الخلطة جدا سهلة نحط لنا كوب ماي ممتاز ونحط الكوب الثاني بس ان شاء الله كفي ما يفول حلو ممتاز منيب عصير الليمون حطه جيد منيب خلط تفاح ممتاز شوفوا حين شنو بقى بقى عسل منوكة ملعقتين اوكي الحين الخلاط جاهز وحطيت لي لس ما ذكرت لكم عسل منوكة ملعقتين شوفوهم كامة داخل الحين ممتاز نخلطها بحت والخلطة خلصنا يلا الحين راح نفرق اللي بالخلاط كله هنا اوكي شاء الله ما يب العيد لان نمفول بسم الله الرحمن كذي خلصنا ونقوم نيب الغطة ونسكرة الحين الغلطة هذي جاهزة اوكي حتى لو ما فيك احتغان هن تقدر تستخدمها طبعا لها فوايد وايد انزل هذه راح تنحط بالثلاجة حلو من ثلاث مرات إلى أربع مرات راح تبطل تشرب الجرعات بسيطة شفت شلون تشرب القهوة العربية والشاي شذي تشرب شوية وتردى بالثلاجة وضروري قبل النوم بس ها قبل النوم لا تشرب وراء أي شي اشرب لك اخذ لك جرعه وحط راسك هنا وراح تشوفون نتيجة وايد وايد راح تعجب لكم هذه من أفضل الخلطات اللي أنا سويتها حق الاحتقان حق البكتيريا والفطريات والفايروسات اوكي طبعا الانحين بجرب باخذ لي جرعه لاني أنا فيني احتقان عشان تشيموا قا اصور لكم هذه الفترة شذي شذي لجرعه شي بسيط شنة قهوة عربية بس كافية مع النوايد ها اشربها بس ها شرط لما تشربها يعني خل الخلطة تاخذ مفعولها لا تاكل ورا شي انطر لك بخمس دقائق عشر دقائق ويا جماعة انصحكم بالخلاطة هذي هذي اسوي فيها فواكه اسوي فيها خلطات حق الشعر حق الجسط حق كل شيء كل شيء هالخلاطة هذي طبعا بس نظفها عادل موجودة بالبوتيك وشحنها وايدي طول بس اليوم لاني ما شحنتها فعلقت شوي مايه بصراحة انصحكم حق النادي اي مكان اي مكان انا ساعة تستفيد منها اخذها الدوانية اذا حطين فواكه اقطع فواكه كلهم واشرب عصيري وانا قاعد مكاني انصحكم فيها اوكي وانشاء الله الخلطة تعجبكم والله يبدع عنكم الشر يا رب